السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا اصحابي عاملين ايه؟ النهاردة هنتكمل حكايتنا لما وقفنا عند نقد الصحيفة قلتلكم ان كانت كريش عملت صحيفة ظالمة جدا وان كان الشروط الموجودة فيها لا يبايعوهم لا يجالسوهم لا يخالطوهم لا يكلموهم لا يدخلوا بيوتهم ولا يتجوزوا منهم صحيفة ظالمة لدركة انهم ما سابوا لهمش ولا طعام ولا شراب وتركوا اهل كريش كلهم جياع وصل الامر بيهم انهم كانوا بيأكلوا اوراق الشجر وكمان الجلود لما طال الحصار على بني هاشم وبني المطالب والامر بقى صعب جدا جدا عليهم بعض الكراشين قرروا انهم مش هيستمروا في الظلم والطغيان ده سعوا الى نقد هذه الصحيفة طب يترى مين البطل المقدام اللي كرر انه يقول انه عايز ينقد هذه الصحيفة الظالمة هشام ابن عمر من بني عامر ابن لوئي هشام ابن عمر اول واحد دعا لنقد هذه الصحيفة عارفين عمل ايه؟ راح لزهير ابن ابي امية المغزومي وقال له ارادته ان تأكل الطعام وتشرب الشراب ونحن جوعة فقال له ويحك فما اصنع انا رجل واحد اما والله لو كان معي رجل اخر لقمت في نقدها رد عليه وقال له قد وجدت رجلا قال فمن هو قال انا معنا مين؟ معنا هشام ابن عمر وزهير ابن ابي امية فزهير رد عليه وقال له عايزين حد تالت معنا فكلم المطعم ابن عدي وفعلا كان معاه وبعدين ضموا ليهم البختوري ابن هشام وكمان زمعة ابن الاسود ابن المطن كلهم اتجمعوا وبقوا خمس رجال تعقدوا كلهم انهم هينقضوا الصحيفة زهير قال وانا ابدأكم فاكونوا اول من يتكلم ولما طلع عليهم النهار زهير راح وطاف بالبيت سبعا وراح قعد عند الكعبة وقال يا اهل مكة انا اكل الطعام ونلبس السياب وبنهاشم هلكة لا يباع لهم ولا يبتاع منهم والله لا اقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة ابو جهل رد عليه وقال له كذب والله لا تشق زمعة قال له بل انت والله اكذب وتتبع كلهم يكذب ابي جهل ابو طالب سمعهم قال لهم اخبركم بشيء اخبركم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم ان الارضة وده نوع من انواع النمل اكلت الصحيفة الا قول واحد جملة واحد مكتوب فيها باسمك اللهم لم تأكلها الارضة كلهم راحوا يشوفوا الصحيفة داخل الكعبة وجدوا فعلا ان خبر او النبأ او البشارة بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت صحيحة وده كله الاحداث دي كلها كانت السبب انهم نقدوا الصحيفة كأنها لم تكن لصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولشجاعة هؤلاء الابطال هي دي النهاردة حكايتنا ان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجاية مع فيديوهات احلى واحلى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا ربنا كتير جدا 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 ربنا سبحانه وتعالى يتقبل مننا جميعا بشكركم جدا شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته